اشتركوا في القناة في المساجد بأغلف ذات ألوان وتشكيلات مميزة نتكلم أكثر عن هذه المبادرة من ضيفتنا هبة أحمد مسعود نقدر نقول فنانة تشكيلية وصبحت الله بالخير هبة صباح النور والسرور علينا وعليكم صباح هذه الأشياء الجميلة صباح الطاعة يبدأ يومها بالقرآن الكريم بلمسات إبداعية نقدر نقول من إبداعات هبة أو من لمسات هبة هبة خلنا نتكلم عن البداية تقريبا كانت من أربع سنين كانت قصة بدايت لدخول هذا المجال فيلت لو نذكر هذه القصة بدأنا تقريبا من أربع سنين كان في حملة صغيرة لتطوير بعض المساجد نحن كانت المبادرة منا داخليا على الأسس أن نشوف ناقص شوف المسجد من ضمن المواقص طبعا تعاوننا مع الدائرة المسؤولة أدت المهمة ما شاء الله بس إحنا كمان جبنا مصاحف فكان نحابين أن نحن نحافظ عليها أكبر قدر ممكن لأن إحنا كنا نشوف أن المصاحف الخاصة بالحافظات والخاتمات القرآن الغلاف بعد فترة شوي بعد عن بعضه ففعلينا الحمد لله بدأت ألاقي فكرة الحمد لله لغلاف القرآن الكريم من هنا بدأت الموضوع بالبداية طبعا اتبناني أكثر من حد ودعمني دعمتني صاحبة الرخصة الأستية الشيخة موزة بعد هيك بدأت وسائل التواصل الاجتماعي طبعا الداعم لنا أهم الدواعم إلي كانت منطقة سيدات الشارقة جميل خرج أيضا أنت عضوة في نادي سيدات الشارقة أو حتى نقدر نقوم مجلس سيدات أعمال الشارقة بعدين بدأت أطور بشغلي دخلت صرت طلبه في مجلس سيدات أعمال الشارقة وكمان في جماعية الاتحاد النسائي بعدين صرت مدرسة مهارات ومدربة تورش فنية في دوائر الشارقة نتطرق بالتفصيل أو بالتدريج يعني إهبة كانت لك قصة وذكرت أنت دخلتي هذا المجال فأكيد ممكن ما كانت عندك ميول أو هواية فكيف نميتي هذه الهواية بحيث أن أيضا الآن دراستة تقريبا تكون مختلفة التي هي متعلقة بالتربية الخاصة كيف نميتي هذه الهواية كيف اكتسبتي هذه الإبداعات واللمسات الجميلة يعني أن دائما لما نستضيف أشخاص يقولون هذه لازمتنا من الصغر لكن هبة أكيد من أربع سنين يعني فترة قريبة صحيح مبمن زمان يعني هو الفعليا أنا صغيرة فعليا أنا بحب الأعمال اليدوية والهاند ميد عموما يعني الموضوع وراثيا والديتي مختصة بهذا الموضوع وجدتي كمان كانت خياطة في البيت المالكي يعني وراثة أيوة ففعليا الحمد لله أمي وجدتي إحنا من بيت أسرة متتالية في الأعمال اليدوية ما أكدب عليك كمان ربنا كرمني أنه كمان زوجي كتير دقيق في التفاصيل في الدكورات في أشياء هاي فكنت من داخل بيتي أعمل أشياء عادة تدوير من ولا شيء أممكن أعمل شيء جميل يعني كان عندي فقرة سابقة كيف عملت بن سرير تخذ كنباية لحافظت أنا أني صويت هاي يبالنا فقرات ثانية نتكلم عن إعادة تدوير يعني بأسألتش حتى عن إعادة التدوير يعني إلي في المجال هذا يبالها فقرة ثابتة هذه عادة سمية في الحلقات الياية إلي في المجال يعني حتى في كراسي عندي عملت كرسي عادي كان عندي نقول فستان بالتراث الفلسطيني مطروز ثبتت في كامل كرسي وعملت كوشونات وبرويز صار كامل ثيم فلسطين جميل أنزين على طال إعادة تدوير يعني فيه سؤال بما أن أيضا المدارس الحين دائما مهتمة بإعادة التدوير ومشاريع إعادة التدوير كيف ممكن للشخص أنه مثلا ينمي موهبة إعادة التدوير حتى يبدع في هذا التخصص والله يشوفي هو لازم إحنا في وقت لازم لازم الإمارات أو حتى الدول كمان بتشوف الطاقة البديلة يعني حريصة أن هي تحول الأفراد في الشعب من مستهلكين لمنتجين فلازم نشوف أي قطعة قدامنا لازم نشوف هل هذه القطعة نقدر نستفيد منها لو بسيطة جدا آه ممكن أغلب القطاع الشارقة عاملة مبنى يعني دائرة خاصة اسمها بيئة فلازم نحن قبل ما نتخلص من الشيء ممكن نحاول على الأد ما نقدر نعيد تدوير صحيح لطار بيئة يعني حتى هناك في أماك مخصصة ليعادة التدوير والورقيات وغيرها لنشر أيضا مثل هذه الثقافة طبعا بما أن اليوم فقرتنا عن الجانب الإبداعي للمصاحف وللأذكار الآن شوي هبة بتراوينا بعض أعمالها الإبداعية اليوم هبة أنت مجهزة تقريبا لوحة اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا فشو حطتي داخل أشوف مثل الأسفنج يعني بما أن أيضا الحين موضت أو هبت الأسفنج خاصة في المصاحف أو حتى في الديكورات الموجودة هو أنا بستخدم في المصحف تقريبا بمر المصحف في ما يعادل عشر مراحل عشان يوصل بالصورة هاي عشر مراحل يعني مبنه هو أسفنج وفوغا مخمل أنا يمكن علمت نفسي من نفسي ما استخدمت الطرق الموجودة بالسوشيل ميديا أو على اليوتيوب أو هيك أنا بحيث أنه هو يفضل أطول فترة ممكن أنا عندي مصاحف من أول ما أخذوها البنات عندي إلى يوم من هذا ببعتولي الصور إحنا بدنا مثلا نفس هذا المصحف إحنا أخذناه عندك من فترة طويلة يعني ذكرت هبة أن هذا المصحف اللي تشوفونا مشاهدينا نشوف أنه حركة بسيطة جانب إبداعي بسيط لكن له هبة يعني أن نقدر نقول شغل كثير أو تعب كثير كلمينا هذا المصحف يعني المراحل هذه اللي مر عليها شو هي في البداية يعني مثل ما نعرف أنه فيه غلاف لكن أنت فوق الغلاف شو تحطين حتى يبحون أكثر من خامة وبستخدم ثلاث مواد غير لاصقة غير المسدس يعني أنا بستخدم المسدس وكمان ثلاثة غيره من المواد اللاصقة يعني في بعض الأشياء يعني تثبيتها بشكل جيد لأنه في بعض الأشياء ما تثبت بالسيليكون في بعض الخامات لا أمتحت عادي تثبت بالسيليكون فيه بستخدم الأوهو بستخدم زي هنا مثلا بستخدم شفافة يعني في بعض الخامات أنا بستخدمها غير اللي يعني حتى اللي جذبني هبا ولو المخرج يقطع التحديد هو بحديد حتى يتم تثبيت هذا القرآن أو هذا الغلاف بشكل جيد أنت بتعرفي الحافظات بعده يحفظوا بالقرآن ما يعادل أربع لست سنوات وبعد هيك بعيدوا بيضلهم يراجعوا لازم يضلوا يراجعوا فلازم هو مفروض أن يضلوا مصحف واحد ما يغيروا نعم جميل أنزين هذا بالنسبة للمصحف الحين للشكل الموجود أمامنا أنا بديت لما بديت المصحف بديت الناس تطلب مني أشياء تانية هدايا لأنه أغلب اللي بيروح عندي المصاحف مصاحف الهدايا بدي يعني أثبتتي ولا عادي أيوة خلص أنزين عشي سبت أن المخرج يقطع وبعدين لا الهلاب الحمد للرسول الله بدأت الموضوع بعد ما خلصت المصاحف وبدأت انتشر في المساجد بدأ يقولوا طيب إحنا بدنا نكمل الطائم بهدايا الثانية إيش ممكن تحطي مع المصاحف فصار أول حاجة طبعا السجادة بعدين لا صار طيب إحنا بدنا طريقا نغلب فيها المصاحف فبدأت أعمل السندي شوية شوية وبدأت أعمل ملابس الصلاة فهي الفكرة جديدة عن الحامل والمصحف لما كمل الطائم يعني أنا عندي الطائم الصلاة بتكون تقريبا من سبع إلى تسع قطع هاي الفكرة جديدة اللي هو موجود عندنا في الستيديو والحين مشاهدين نشوفه هي من سبع إلى تسع قطع إلى تسع قطع ما بين المصحف والسندوق والسجادة غيار الصلاة الحامل حامل القرآن المسبحة في زجاجة أذكار في كتيب حسن المسلم جميل الآن أنا ضفت المبخرة هذه البرواز الآن الفترة يعني الفترة القريبة الناس متعلقة بالتصوير فهذه هي عبارة عن قطع فأنا أعلقها بس نذهب حامل زي هي جنب القرآن بالتصوير بطلع إشي حلو وأن الناس الآن حتى ممكن هبارة تكون واكبة هذه الهبة التي هي هبة التصوير أو موضة التصوير أيها وخاصة أنه في بعض البرامج بيهمهم المقطع الصوتي للقرآن واللوحة تناسب الطقم كامل نعم أنزين ذكرتي هبة أن تمر هذه الأشياء بالعديد من المراحل الآن هذه السجادة من شو مصنوعة؟ يعني هي السجادة بتكون السجادة العادية أنت حطيتي عليها أو زوتيها ببعض الأقمشة؟ فيه اسفنج مريح نوعا ما للقدم بالركوع باللقسم أو السجود نعم وبعد هيك بحط عليه الخامة هاي وبعدين بحطه بالدنتيل بس هو محطوط السجادة بالعكس بيكون نفس دنتيل غيار الصلاة والسجادة والحامل فبيكون أثناء الصلاة بتحسي بشعور مختلف يعني أنا صار لفترة طويلة بستخدم المصاحف وبشتغل فيها بس لما بستخدم طقمي بحس أن سبحان الله بشجع وهذه الكلمة كتير بيقولولي إياها الناس اللي بيأخذوا مني يعني أثناء الحديث معاتي البرحة هبة ذكرتي أن أنت حتى هذه الأشياء ما تأخذين منها ربح كبير يعني ربح بسيط أو تكلفة هذه الأشياء الموجودة هو فعليا لما بدنا في الموضوع الشيخة كان عندها مبدأ أساسي أن المصاحف بس تضغط تكلفتها ومبلغ المبلغ الزائد هذا التطوير الشغل لأنه التطوير بيحتاج أفكار جديدة وخامات جديدة لأنه كان عندها هدف أنه ينتشر في أكبر قدر ممكن من بين الطلاب وفعليا في مدارس كثير أخذوا مني لما بيتيجي وليت الأمر مثلا بتقول وبيكون عمر ابنها ستة وسبع سنوات بالعمر هذا نوعا ما الأولاد شوية مش مشغولين بالقرآن يبانهم تحبيب أيوة لما مثلا قرآن بنعمل باللون المفضل بيسألها مثلا شو اللون المفضل للطفل بيبتقول لي أخضر أو أصفر أو أزرق بتحسي أنه الطفل بتشجع أنه يمسك قرآن عن تجربة يعني أنا أحس أن حتى بنتي مثلا لما خدت له هذه الأشياء تبع فلة هنا قامت حتى هنا هي تصلي معاي مثل هذه الأمور ممكن تكون تجيرية نعم صحيح أنزين نتكلم بما أنت شذذكارتي ممكن أيضا أغلب المشاهدين الآن عندهم فضول لمعرفة الأسعار خلنا نتكلم شوي أهبة عن الأسعار الموجودة نتكلم عن هذا الطقم الموجود أمامنا يعني أنا مثلا عندي أشياء من 20 درهم 10 درهم 15 درهم تبدأ الأسعار اللي هي التوزيعات اللي هي تكون أيها التوزيعات المناسبات حتى الوقف إحنا هنا مثلا الوقف نصف السعر علينا نصف السعر للزبون على أساس أنه إحنا مشاركين كن بالأجر لأنه الوقف بيكون مثلا أغلب الناس اللي متوفي أقريب من أغلب الناس بيكونوا الأم أو الأب بيكونوا مش عارفين إيش يسووا بيحاولوا يطلعوا صدقة جارية لكن لما بيجي هدية زي هيك بيروح لأقارب الأب أو أقارب الأم فعليا بلاقي كلمة وصلاني أن الناس اللي حولينا من وين وصل لكم إيش زي هيك أو كمان إحنا متحمسين إن إحنا نقرأ ويكون في دعاء نروح المتوفي فهذا الإشي بيحس بيخفف حزن الشخص على والده أو والدته جميل الله يزيكم الخير يعني هبا سعيدة جدا باللقاء معات والحوار معات يعني هو دائما هو شيء خيري قبل لا يكون أنه شيء من جانب الميول أو الهوايات كل شكرا لك هبا مسعود شكرا على تواجدت اليوميانا برنامج صباح الشرقية والله يوفقك أكثر وأكثر في هذا المجال شكرا لك وأنا أسعد أكيد